مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب مازلنا في سلسلة الردود على كتاب هل افتدانا المسيح على الصليب للدكتور منقذ السقار وهو كتاب يحاول فيه الدكتور منقذ بالشتى الطرق إنه ينفي صلب المسيح ينفيه من الناحية التاريخية وينفيه أيضا من الناحية اللهوتية بإنه ما فيش لازمة لحاجة اسمها فداء وصفك دم وموت المسيح وأنا في هذا الكتاب بحاول أخذ أفكار الدكتور منقذ وأرد عليها وحدة بوحدة البعض بيقول لي طب ما ده يعني كتير بقالك فترة ماسك الدكتور منقذ وقاله إنه أفكار الدكتور منقذ موجودة ونشرها في كتب وبيقولها في فيديوهات ومن حقنا طبعا من حقنا نحن نرد على هذه الأفكار ومن حقنا نحن نؤكد إيماننا المسيحي ومن حقنا نطعن في كل الأسليب التي يستخدمها الدكتور منقذ وغيره لنفي حقيقة تاريخية وأنا فعلا ما زلت أستعجب إلى هذا اليوم وأشفق على الدكتور منقذ وعلى بقية الإخوة المسلمين فعندهم آية واحدة تنفي صلب المسيح ولا يقدم الكرآن برهانا واحدا ليثبت حقيقة هذا الأمر هو ينفي لكنه لا يقدم البرهين لا يقدم لنا حتى أي ذكر لتفاصيل الأحداث من الذي كان يحاكم من ومن هم اليهود ومن هم رؤساء اليهود وحصل في أنهي مدينة وحصل في أنهي يوم وحصل في أنهي ساعة وإيه اللي حصل بالزبط ومين هم اللي كانوا موجودين ما يذكرش الكرآن أي شيء يستخف بعقولنا كلنا يضحك على عقول أكتر من مليار شخص ويميد ضمائرهم لكي ما يثبت كذبة ليس لها أي برهان تاريخي وليس لها أي سند تاريخي وعلشان الدكتور منكز وغيره يطلعوا من المأزك دا وانيعملوا إيه هو يجي يقولك المسيح لم يصلب تب قل له تب قدم لي برهين يقولك لأ البرهين هات القصة الكتابية اللي عندك هتلاقي فيها بعض الاختلافات فده بيؤكد أن الحدث لم يحدث أولا الاختلافات اللي موجودة في الأنجيل لا تنفي الحدث نهائي فمتى والمرؤس ولؤى ويوحنى الأربعة بيأكدوا صلب المسيح بل اهتم الأنجيل الأربعة بتفاصيل آخر أسبوع في حياة المسيح للدرجة أن محتوى الأنجيل أربعين في المئة من محتوى الأنجيل يتحدث عن الأسبوع الأخير في حياة المسيح وبعدين تجيب له برهين من خارج الكتاب عدس يقولك لأ ما بقبلهاش تجيب له يوسيفوس يقولك يوسيفوس لم يكن معاصرا للصلب يعني محمد اللي كان معاصرا للصلب يعني فقابل كلامه الشيخ منقز كان معاصرا للصلب فأنت بتقبل كلامه يعني أيهما أصدق إلى العقل وأيهما أقرب إلى العقل أن أقبل شهادة يوسيفوس ولا أقبل شهادة محمد رسول الإسلام أقبل شهادة اليهودي المعادي للمسيحية والذي عاش في اليهودية وعاش في زمن قريب من زمن المسيح ولا أقبل شهادة رسول الإسلام الذي لا يفقه شيئا عن اليهودية ولا يعرف شيئا عن المسيحية وعن اليهودية وكان كل المعلومات اللي عنده هي معلومات مطلخ بطة معلومات جايله من شمال ويمين ولم يكن شاهدا عيانا وأتى بعد الأحداث بستمائة سنة علشان يقول لي المسيح لم يسلب أيهما أقبل شهادة شان كده موضوع الحلقة النهاردة هو الرد على الإدعاء بوجود تناقضات في قصة الصلب وأنا بدأت الموضوع ده من الحلقة اللي فاتت أما كلمت عن أخطاء الدكتور مرقز بالزبط زي واحد كنت بسمع فيديو يعني ده بره الموضوع بس كنت بسمع فيديو من كام يوم لواحد بيهاجم الأناجيل بيهاجم الأناجيل بصورة شرسة وبعدين باني هجومه على إيه باني هجومه على أن بوترس ويوحنة اللي اتنين توصفة في أعمال الرسل أصحاح أربعة وفي عدد تلتاشر بأنهما عديم العلم وعاميان فقال لك ده ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا هو يعني يعني هذا الفيديو يعني خلى ضغط الواحد يعلى مش من اللي بيتقال لا من الجهل اللي فيه من الجهل هو لا يفقه يعني إيه عميان وعديم العلم هو لا يفقه إيه شيء ولا أراها حتى في الإنجليش ولا أراها يعني يقصد بيها إيه ولا أيها قالك ما بيعرفش يقروا ويكتب فإزاي بوترس أو يوحنة اللي ما بيعرفش يقروا ويكتب يكتب إنجيل باللغة اليونانية يعني من ده كتير من ده كتير وعايز أقول لهذا الشخص أو اللي بيتبعه هذه المدرسة ما احترامي الكامل لأشخاصهم لكن هم فعلا جهلا هو لا يفقه شيء عن النص الكتابي ولا يفقه شيء حتى عن معنى التعليم في العالم القديم لو طبقت هذا المبدأ على عباس محمود العقاد يبقى عباس محمود العقاد في نظر العلماء خريج جامعات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه يبقى هو إنسان جاهل لا يفقه شيء كل اللي حصل عليه في تعليمه هو شهادة الابتدائية لكنه تعلم الإنجليزية بإتقان وتعلم الفرنسية بإتقان وصار كمان عضو في مجمع اللغة العربية يعني معينه خريجي الابتدائية لكن خلينا نرجع لموضوعنا الرد على الإدعاء بوجود أخطاء أو تناقضات في قصة الصلب الدكتور منقذ طبعا لا يترك براباس لا يترك براباس وكويس إنه هو ما قالش إن براباس هو يعني نبوة عن محمد يعني زي ما خد رئيس العالم قبل كده وقال عنه إنه هو رسول الإسلام كويس إنه ما وقعش في الغلطة دي أنقذ نفسه يقول لنا إيه بقى الدكتور منقذ لماذا حبس براباس إيه التهمة اللي بسببها كان براباس مسجون يقول لنا الدكتور منقذ في كتابه كويس وتختلف الأناجيل في تحديد السبب الذي من أجله حبس براباس في سجن بيلاتوس فيذكر يحن بأنه كان لسا وكان براباس لسا هذا ما يقول يحن في إنجيل إنجيل يحن أصحاح 18 وفي عدد 40 واتفق مرأس ولو أعلى أنه صاحف فتنة وأنه قتل فيها فاستوجب حبسه يعني هو صاحف فتنة خلينا أقولها صاحف فتنة يعني ثورة جي كويس ثورة جي وبسبب هذه الثورة اللي عنده ومقاومته للحكم اتسبب في أتلح يقول لؤا اطلق لنا براباس ودك كان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل فأي تهمة هل كان لس أم كان صاحف فتنة وقاتل كويس طيب خلينا نبدأ واحدة واحدة أنا 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 متقن كويس الكلام ده مش بقوله للدكتور منكز عشان يقتنع بي الدكتور منكز لو قدمت له لو قلت له يعني مش عارف اي مش هيقتنع هو عايز يزبط إن المسيح لم يصلب فمش هيتحرك إن لم يغير الله قلبه إن لم تأتي من فوق من الروح القدس عمل الله الله يلمس قلبه مش هيتغير لكن أنا بقولي كلام ده لألا ينخدع أي أحد بكلام الدكتور منكز ولألا يظن أحد من الذين يقرؤون الدكتور منكز أن الدكتور منكز فعلا فاهم كويس بيقول لنا الأنجيل تذكر تلت جرائم لبراباس لو حبينا نلخصهم مع بعض هنقول إن يوحنى ومرقه سلوءة أدموا لينا في مجملهم تلت تهم وجهت إلى براباس أول حاجة إنه لص تاني حاجة إنه متمرد وتالت حاجة إنه قاتل أو صحف فتنة وقاتل وهل يمكن أن يجتمعوا الثلاثة في واحد يعني ده السؤال المنطقي هل الثلاثة ممكن يجتمعوا في واحد وهل واحد من الكتاب ممكن يقول عنه صفة والآخر يقول عنه صفة أخرى ده سؤال كويس كان براباس حقا للصن وزي ما حكم على الصين اللي تسلبوا مع المسيح كان أيضا براباس ينتظر حكم الموت لأنه كان للصن فبحسب القانون الروماني هذا هو الأمر كويس لكن براباس زود الطينة بل لم يكن فقط براباس للصن وهقول إزاي نجتمعت الثلاثة ديل مع براباس براباس كان أيضا قائد لتمرد كويس ضد الرومان كان ثورجي أغلب الظن أنه كان ينتمي إلى مجموعة الغيريين اللي هما بنسمي ذلست كويس ذلست الذين ينادون بالتمرد ضد الرومان وضد كل يهودي يتعامل مع الرومان يعني وده ده جروب كان موجود أيام المسيح ومعروف جدا بمقومته للحكم الروماني من جامعة الغيريين كونه صارق لا يتعرض مع كونه متمرد وقاتل إزاي دول مع بعض ده متمرد وقاتل ده إنسان يعني نقول عليه إنسان بيدفع عن بلده إنسان عنده مبادئ لا 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 خلينا نشوف معظم المتمردين كانوا يسطون على الجنود الرومان وعلى كل من يتعامل مع الجنود الرومان يعني أنا لو يهودي وبجمع الدرائب لصالح الرومان أنا عرضة إن هؤلاء الغيريين يسطوا علي ويأخذوا ما أمتلك ولعل الدكتور منقز بذاكرته الجبارة يتذكر ماذا كان يفعل قادة الجماعات الإسلامية الإرهابية في مصر لعله كان يذكر ولعله يذكر أنهم كانوا يريدون أولا قلب نظام الحكم في مصر دي فتنة صح؟ دي تهمة ولعله أيضا يذكر أن قادة الجماعات الإسلامية في مصر كانوا يسطوا يسطوا على محلات المجوهرات الموجودة في الصعيد أو في القاهرة التي يمتلكها مسيحيين لكي يستولوا على الدهب كويس يبقى هو أولا صاحب فتنة وتاني حاجة نقدر نقول عليه إيه؟ حرامي نقدر نقول عليهم حرامية لصوص بيسطوا على أموال ليست ملكهم وأنا يتذكر أيضا أنه كثير من المرات كان يتم ذبح صاحب محل الدهب جوه محل الدهب فاجتمعت الثلاث أشياء دول في مجموعة واحدة في نظر الحكومة كانوا لصوص وفي نظر الحكومة كانوا يريدون قلب نظام الحك وفي نظر الحكومة صاروا قتلة في نظر القانون وهذا يا دكتور منقز الذي كانت تفعل الجماعات الإرهابية ما هو إلا سورة مصغرة من الذي كان يفعله رسول الإسلام الذي كان يستو على القوافل وينهب القوافل والذي كان أيضا يقتل بالسيف والذي كان يريد أن يفرد اقتنعاته بالقوة فاجتمعت فيه الثلاثة أيضا ولا صعب فانت ليه يعني بترى هنا تناقض لا نرى تناقض يا دكتور منقز أن يقول يحنى عنه أنه كان لص وأن يكون مرؤس ولؤى عنه أنه صاحب فتنة وأنه قاتل أنت تريد أن تجد زي ما دايما بقولك أنت عايز أشياء تتعلق بيها أنت زي الغريب وعلى فكرة الأشياء دي مردود عليها بس أنت ما بتدورش زي ما في كتابك يا دكتور منقز زي ما قلت الكلام ده قبل كده زي ما في كتابك لم تستخدم مرجع واحد مسيحي وإنت بتطعن في صليب المسيح وفي حقيقة موت المسيح لم ترجع إلى مرجع واحد مسيح كتبت لينا أربعة وعشرين مرجع إسلامي وأتقول لي كتاب أكاديمي موضوعي حاجات دي محتاج تراجعها دكتور منقز لقب أكاديمي وموضوعي ده فهل نقدر نقول على الجماعات الإسلامية أنها كانت حرمية مجموعة حرمية هل نقدر نقول عليها أنه كانوا قتلة هل نقول عليهم قتلة هل نقدر نقول عليهم أنه كانوا يريدون قلب نظام الحكم آه يمكن نعرف لو الحكومة متعاطفة معهم وكتير طبعا من عندنا من الأسف بيتعاطف معهم أعرف ممكن لو مثلا وكيلي النيابة بيكتب المحضر يقولك إيه ممكن يسيب موضوع السرقة ويقولك أنه قتلوا وقال بنظام الحكم لا يوجد تناقض يا دكتور منقز لا يوجد تناقض في النص الكتابي طيب دكتور منقز لم يكتفي بهذا براح لنا فين راح إلى القيامة سعيب الصلب كويس سعيب الصلب وراح للقيامة هو يريد أن يطعن وخلاص يعني هو يعني لو لقي حاجة بعد القيامة هيروح لها علشان يطعن في مصداقية الأناجيل راح إلى القيامة وماذا وجد في قيامة المسيح أول حاجة يقولها الدكتور منقز متى أتت الزائرات إلى القبر على فكرة دي مش مش حاجات أخرجها الدكتور منقز لا 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 دي حاجات هو أراها في كتب نقض مسيحية وجابها الراجل جهزاله يعني حاجة جهزة ومردود عليها أيضا بس هوا ما بيجيبش الرد متى أتت الزائرات إلى القبر الزائرات جم إمتى إلى القبر شوفوا كلام الدكتور منقز وبعدين هحط الأيات دي مع بعض يقول لك تتحدث الأناجيل عن زائرات للقبر في يوم الأحد ويجعله مركز بعد طلوع الشمس فيقول وباكرا جدا في أول أسبوع أتينا القبر إز طلعنا الشمس يبقى مرأس بيقول لنا هم أتينا القبر إز طلعنا الشمس طلعت الشمس لكن لو أهو متى يجعلون الزيارة عند الفجر وينص يحنى على أن الظلام كان باقي يقول يحنى في أول أسبوع جاءت مريم المجدلية لقبر باكرا وظلام باقي فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر فهما جمع أمتى عند طلوع الفجر ولا عندما كان الظلام باقي ده سؤال الدكتور مونكز وعش كده نسمع الفيديو اللي بيقول لنا فيه الدكتور مونكز هذا الكلام ونرجع نرد عليه يذكر الإنجيريون أن بعض النسوة ويختلفون بعضهم يقول واحدة وبعضهم يقول أكثر المهم أن بعض النسوة جئنا لزيارة قبر المسيح في يوم الأحد في أول الأسبوع متى أتت الزائرات إلى قبر المسيح متى أتت الزائرات إلى قبر المسيح مرقص يخبرنا أنهم آتينا بعد طلوع الشمس بينما يحنى يخبرنا أنهن آتينا عند الفجر والظلام باقي وبين الفجر وبين طلوع الشمس على أقل تقدير ساعة زمن على أقل تقدير طيب ده اللي بيقوله لنا الدكتور مونكز أنا عندي أول حاجة للدكتور مونكز إذا أنت بتقبل النص ده يا دكتور مونكز أنهم فعلا أتينا إلى القبر سواء عند طلوع الشمس أو عند الفجر الفعل نفسه الفعل نفسه أنهن زحبنا إلى حيث كان يسوع أليس هذا يا دكتور مونكز برهان على أن المسيح فعلا قد صل باوامات أليس هذا برهان على حقيقة موته أليس هذا برهان على أن هؤلاء النساء النسوة الذين لم يستطيعوا أن يتمموا عملية التكفين بالحنوط بسبب الأعياد والسبت وأتينا عند أول الأسبوع عشان يكملوا الموضوع أليس هذا برهانا على أن المسيح فعلا صلب ومات ولا ده برضو مش هتعد طيب نيجل الرد على ادعاء الدكتور مونكز متى أتت الزائرات إلى القبر أنا حطيت الأربع أنا جيل قدام حضراتكم علشان برضو للتوضيح يقول لنا متى وبعد السبت عند الفجر عند فجر أول أسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنزر القبر مونكز بقول لنا وباكرا جدا ومحطش بالزبط لكن باكرا جدا وباكرا جدا تشير إلى أيه أيضا الفجر أو أول تلوع النهار ثم في أول أسبوع في لؤة أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط في يحنى في أول أسبوع جاءت مريم المجدلية للقبر باكرا والظلام باقي فنظرنا الحجر مرفوعا طيب دكتور مونكز بقول ما ينفعش يكون الظلام باقي والفجر أو طلعة الشمس قصي الدكتور مونكز أولا زي ما قلت لحضرتك لا يوجد أبدا تناقض على الإطلاق بين الأنجيل في هذه النقطة إزاي؟ سواء كانت المريمات في بيت في بيت عنيا المريمات كانوا لما كانوا موجودين كانوا ببيت عنيا أو أو كانوا في أرشاليم إحنا ما نراش بزبط هما كانوا في أنهي حد هل كانوا ببيت عنيا هل كانوا موجودين في بيت عنيا حيث بيت العاذر ومريم ومرثى ولا كانوا في أرشاليم المسافة بين مكانهم وبين القبر لا تقل عن نصف ساعة ماش لا تقل عن نصف ساعة ماش لأن القبر خارج أرشاليم وأي واحد فيه نزار مدينة أرشاليم وراح للأماكن دي يعرف المسافات كويس يعرف المسافة دي يعني أنت لو ربنا كده فتح عليك وروحت زرت مدينة أرشاليم وزرت الجلجوثة والقبر هتشوف المسافة دي مسافة بعيدة من صغيرة فبين أرشاليم أو بيت عنيا وبين القبر الذي وضع فيها سوء على الأقل نصف ساعة كتب يحنى ومتى ولؤى عند بدء السير إلى القبر بينما ذكر مرؤس وقت ووصولهم إلى القبر فهم أول ما خرجوا من البيت كان الزلام باقي لكن لما وصلوا إلى القبر كان الفجر طلع كانت الشمس بدأت تشرق فليوجد تناقض يا دكتور منكز استلعة الشمس كانت الشمس على وشك الطلوع إن العبارة استلعة الشمس يمكن أن تترجم عند طلوع الشمس اللي كانت خرجنا عند الفجر ووصلنا إلى القبر مع بداية نور النهار فهل هذا تناقض؟ أنا عارف إن أنت مش هتقبل مش لأي شيء مش لأنه برهان ودليل ومقنى لا 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 لأنك أنت مش عايز تقبل مش عايز تقبل وهتفضل مش عايز تقبل لأنه زي ما قلت لحضرتك أنا مش بقدم دليك أنا بقدمه لأي شخص آخر بيسمعنا هنا من المسيحيين أو من الإخوة المسلمين الذين يبحثون عن الحق كلمة الله لا توجد فيها طريق وبعدين لو يعني لا اللي موجود دا دا يا دكتور منكز إن كل واحد فيهم لما بيكتب مش بيقول للتاني هو تعالى نحبك القصة لو مجموعة لو مجموعة متفقة على قصة محبوكة كذبة كانوا أحبكوا التفاصيل تفقوا فيها لكن الاختلاف في هذه الأمور دكتور منكز بيبقى برهان على صدق القصة وليس ضدها الهم والباقي كله على الذي لم يقدم برهانا واحدا الهم والباقي كله على الذي اتهم وكذب وقال أن المسيح لم يمت وهو لم يقدم برهانا واحدا يثبت به حقيقة الدعاء طيب نقطة تانية من زار القبر مين اللي راحو زاروا القبر مين مين اللي زاروا قبر المسيح يقول لنا الدكتور منكز احنا مش عارفين مين اللي زاروا القبر المسيح في احد الاناجيل بنجي نشوف كلام اللي قاله الدكتور منكز اما الزائرات والزوار فهم حسب يحنى مريم المجدلية وحدها كما في النص السابق جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا واضافة متى مريم اخرى اللي هي جاءت مريم المجدلية ومريم الاخرى لتنظر القبر يبقى يحنى قال لنا مريم المجدلية ومتى قال لنا مريم المجدلية ومريم الاخرى ويذكر ماركوس ان الزائرات هنا مريم المجدلية وام يعقوب وسالومي اللي راح اشتروا اشترت مريم المجدلية ومريم ام يعقوب بسلوا محنوطا ليأتينا ويدهنناه يترى هيدهن مين هيدهن الذين أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر ولا هيدهن شخص الذي شبه له المخادع الذي لا نعلم عنه شيء الخرافة الإسلامية وأما لوقف فيفهم منه أنهن نساء كثيرات ومعهن أناس يقول لؤ وتبعته نساء كنا قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده ثم في أول الإسبوع أو الفجر أتينا هنا يرى الدكتور مرقز أن هناك تناقض ما بين يحنى ومتة ولؤة ومرقز وأنا أحطها بالشكل الآتي جاءت مريم المجدلية متى قلنا جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى مريم المجدلية ومريم الأخرى في مرقص قال لنا مريم المجدلية اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومي حنوطا في لؤة قال لنا نساء كنا قد أتينا معه من الجليل وفي يحنى يقول جاءت مريم المجدلية إلى القبر عشان أشرحها للدكتور منقز يذكر متة ومرقص ويحنى اسم مريم المجدلية ثلاثة تفقوا على أن مريم المجدلية أتت إلى القبر وهي طبعا كانت ضمن النساء الذين يذكرهم لؤة فلؤة لم يذكر أسماء لكن لؤة قال أنه نساء كنا قد تبعنا يسوع أتينا إلى القبر فمريم المجدلية لم تأتي بمفردها وإن كان يحنى قد ركز على مريم المجدلية لأن هناك حوارها يدور بينها وبين السيد ويضيف مرؤس اسم مريم أم يعكوب وسلومي متة يدعوها مريم الأخرى يبقى مريم الأخرى اللي بيذكرها متة هي مريم أم يعكوب وسلومي الإضافة هنا لا تعني تناقض يا دكتور منقز الإضافة لا تعني تناقض أبدا لو أن قصة القيامة مصطنعة من التلميذ أو المسيحيين الأوائل لكانوا بكل المقييس مسحوا كل ذكر للنساء التي كنا أول مبشرات بالقيامة لو هي مفبركة ولا يوجد تناقض يحنى ركز على مريم المجدلية لأجل حوار لهوتها يدور بينها وبين المسيح إنما مريم المجدلية لم تأتي بمفردها والإضافة لا تعني تناقض أنا معرفش أنت بتقرأ إيه ولا بترجع لإيه وأنا أتمنى الدكتور موركس كنت تجيب لنا في كتابك الردود المسيحية شو نفهم نفهم إن أنت رجعت وقريت وعرفت ممكن تقول إن أنت كمش مقتنع بيها that's fine لكن تقدم لنا كتاب في مجرد الاعتراضات دون أن تقدم أي رأي مسيحي أو أي فكر مسيحي يعني معدد بالمراجع وبالبرهين دي مصيبة كبيرة طيب نقطة أخرى بقى نقطة بيكلم فيها الدكتور مونكس عن من دحرج الحجر ثم هل وجدت زوار الحجر الذي يسد القبر مدحرجاً أم دحرج وقت الزيارة هل ما راحوا لأيوم مدحرك ولا كالحجر دحرجاً وقت الزيارة طيب أخذ مدخلة الأخ سعيد من المغرب دكتور أشرف عزمي أهلاً بيك شكراً على فتحك الخط أريد عندي تعليق فضل حول الموضوع أولاً عنوان الموضوع عنوان الحلقة أيضاً فضل هو عنوان غير مناسب يعني المفروض ما تقولش أنك تخاريف منقذ السقار يعني هذا سلوب يعني المفروض أنك دكتور تحط عنوان جيد مناسب يعني تحترم فيه الدكتور منقذ السقار هذا أولاً ثانياً لماذا رفضت المناظرة طلب المناظرة من الدكتور منقذ السقار حول صلب المدني هذا هو سؤال شكراً شكراً لك عنوان الحلقة النهاردة هو الردود على الإدعاء بوجود تناقضات في قصة الصلب ده موضوع تخاريف ده كان بقاله سنة يمكن ومع احترام الكبير للدكتور منقذ لكن فعلاً زي الدكتور منقذ أوات كتيرة بينسب للكتاب المؤدس الكذب وبينسب للكتاب المؤدس الخرافة وبينسب للكتاب المؤدس أشياء كثيرة فأنا أقول الأفكار التي يقولها دكتور منقذ دي لا تتعدى فعلاً أكتر منها تكون تخاريف وليست أفكار علمية يعني مسباتة لما واحد يجي يدعي أن المسيح لم يصلب ولم يقدم لي برهاناً وحيداً من كتابه ويحاول أنه يطعن في كتابي الذي يقول عنه أنه في أصححات مطولة قدم لنا بتفاصيل كثيرة عن صلب وموت وقيامة المسيح يبقى يعني أنت بتحاول يعني فين ويدنك يا جوح أنت جاي تقولي المسيح لم يصل عندما تجيب لي براهيم تأكد دواً مش تطعن في القصة المثبتة عندي وتحاول أن أنت بوجهة نظرك تقول له أسف فيه تناقضات فيها زي ما واحد ييجي كده يقول لك يا سيادة القاضي هذا الحادث لم يتم فيقول له طب إيه برهانك يقول له أصلا أنا سمعت الشاهد الأول والشاهد الثاني والشاهد الثالث وفي بعض الاختلافات ما بين شاهدت أنا أنا بقولك أنت بتقول لي ليه أنه هو ما تمش أنت كنت حاضر لا أنا ما كنتش حاضر طب هل عندك برهان ثابت لا أنا ما عنديش برهان ده بالزبط اللي حصل واللي بيحصل أما موضوع المناظرة مع الدكتور مركز فنحن لا نخشى من مناظرات كويس لكن أنا ليس اقتناعي أنا اقتناعاتي أكتر أنه لما أجيب كمس الكتاب زي ده كويس مليان بالأفكار لا ساعة ونص هتكفيه ولا ساعتين هيكفوه علشان أقدر أفند الأفكار اللي فيه وأدم الإيمان اللي أنا مستند عليه فكرة المناظرة دي فكرة لا بتجيب ولا بتودي فكرة كل الهدف منها كويس إن كل فرد يدعي أنه هو المنتصر وده ليس هدفي أنا هدفي تعليمي أنا هدفي أشرح وأوضح كويس وبقى ناقش ما يكتبه وما يعلنه دكتور مركز في فيديوهاته وما يكتبه في كتبه وده بيديني مساحة أكبر وبيديني وقت كفاية إن أخذ نقطة نقطة وأتناولها وبقى وقت ملكي أقدر أقدم فيه الردود مش بس اللي تقنع الدكتور مونكس لو هو عايز يقتنع لا 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 لكن كمان اللي تبني السامعين والمشاهدين الذين يريدون أن يفهموا عن كلمة الله لكن ليس هو مجرد مبرزة وماتش ويطلع كل واحد يدعي أنه انتصر ليس هو غردي أنا غردي أكبر من كده بكتير وعش كده بمسك الكتاب ده بقى لست أسابيع دلوقتي ولسه في بدايته يمكن لكن لو كلمت عن مناظرة عن هل افتدان المسيح على الصليب عمري ما هقدر أقدم كل الأفكار في ساعة ولا في ساعة ونص اللي أقدر بيها أقدم الفكر برضى وبكفاية واضحة للمشاهد لكن أشكرك لكننا لا نخاف من مناظرة ولا نرتعب من أحد فما نمتلكه من حق ومن ردود موجود ومن حق الدكتور منقذ ياخد اللي أنا بقوله ويرد علي من حق يعني هو زي ما بيعمل حلقات السبت دي وبيرد عليها برضو كتير كويس لكن المناظرة لا تبني ولا يأتي من ورائها بناء فكري تعليمي للمشاهدين كويس لكن أشكرك أخ سعيد على المدخلة والرب يبارك حياتك طيب نيجي إلى متى حدست الزلزلة خلينا ناخد كلام الدكتور منقذ يقول لنا ثم هل وجد الزوار الحجر الذي يسد القبر مضحرجا أم ضحرج وقت الزيارة يقول متى وإذ زلزلة عظيمة حدست لأن ملاك الرب نازلها من السماء جاء وضحرج الحجر عن الباب ويس فيفهم منه أن الضحرجة حصلت وقت ذاك بينما يسكر الثلاثة أن الزائرات وجدنا الحجر مضحرجا يقول له أأتينا للقبر حاملات الحنود الذي أعددته أعددهن ومعهن أناس فوجدنا الحجر مضحرجا عن القبر طيب أجي هنا إلى الأنجيل متى يقول لنا إيه وإذ زلزلة عظيمة حدست لأن ملاك الرب نازل من السماء وجاء وضحرج الحجر ده اللي بيقوله متى حصلت زلزلة عظيمة ملاك الرب أتى وضحرج الحجر مرؤس وكنا يقولنا فيما بينهن المريمات وهما ماشيين في الطريق كان اللي بيشغلهم هو أنه من يدحرج لهن الحجر فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج إنه هما في الطريق كانوا بيفكروا في المشكلة دي مين اللي هيدحرج لنا الحجر الكبير اللي وزنه ما بين تمانية طن أو عشرة طن أو أكتر مين يدحرجوا لنا لما وصلوا للقبر كان الحجر أوريدي الحجر أوريدي إيه؟ مضحرج في لقى نفس الحكاية فوجدنا الحجر مضحرجا عن القبر في يوحنى في أول أسبوع جاءت مر المجدلية القبر باكرا وزلامباك فنظرنا الحجر مرفوعا عن القبر كويس لما نيجي بقى للرد نشوف أنه متى زكر مش حدوث الزلزلة ونزول الملاك ليدحرج الحجر يعني بتفاصيل كتير لكن زكر متى أنه الملاك نزل ودحرج الحجر ده اللي قاله لنا متى وإذ ملاك أتى وضحرج الحجر عن القبر حصلت زلزلة وملائك أتى وضحرج الحجر على قبر لاحظ أن البشير متى ليقول أن الزلزلة حدثت والمريمات عند القبر مالش كده وده اللي بيحاول يخبر بيحاول يقوله لنا الدكتور منقذ أنه بيفهم من كلام متى أن الزلزلة حصلت لما المريمات راحوا إلى القبر لا متى ما بيقولش كده أنت لو رجعنا تياني لمتى يقول لنا متى ايه وإيه الزلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء وضحرج الحجر عن الباب وجلس عليه وكان منظره كالبرك ولباسه أبيض كسل ما ذكرش المريمات ما ذكرش انه ده حصل لما المريمات كانوا عند القبر وده الفهم الخاطئ للدكتور منقذ يعني لو روحنا الى السلايس اللي بتاع الدكتور منقذ اللي قابله اللي بيقول لنا فيه انه انه حصلت هذه سوري خليني أجيبها لحضراتكم مرتين يقول ثم هل وجدنا الزوار الحجر مضحرج يقول لنا مت والزلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء وضحرج الحجر عن فيفهم منه فيفهم منه أن الدهرجة حصلت وقت ذاك مين قال لك مين قال لك يفهم منه ايه انت هتخلي النص تفهم منه اللي انت عايزه ما انت ما بيكلمش خالص عن وقت زيارة المريمات ما انت بيكلم عن حدث ما قالش التوقيت بتاعه امتى ويس وعش كده المريمات في الطريق كان كل همهم انه من يضحرج لنا الحجر ولما وصلنا وجدنا الحجر مضحرجا لأ فين التناقض هنا يعني يعني عارفين المثل الملقاش في التفاح ايه قال له مش عارف يا حمر لخدين حاجة زي كده هو بالضبط الدكتور منقس كده هو عايز يطلع حاجة يفهمها هو على مزاجه وبعدين يقول لك هذا هو تناقض موجود في الكتاب المقدس فالملاك ضحرج الحجر قبل ووصلهن لانهما لما وصلوا الى القبر كان الحجر مضحرج وعند وصول المريمات لقبر وجدنا الحجر قد ضحرج طيب الأخت فريال من انجلترا ألو أخ ألو الأخ دكتور أشرف أهلين بي نعمة المسيح معاك أقي سلام نشكر الراب انت كفيت ووفيت ولسه الجايات أكثر من الرب يباركك من الباقيات الرب يباركك أنا فعلا يا أخ أشرف قبل معقول مداخلتي أنه أنا أصلي أنه الرب يلمس قلب دكتور منقذ السقار ويفتح ذهنه ويرحمه قبل فوات الأوان لأن ما حد يقدر يغيره غير بسه والإله الحقيقي صحيح فحابة أرد على النقطة براباس كان كيف تناقض كان هو يعمل ثورات وبنفس الوقت أو قاتل فوين المشكلة عندك يا دكتور منقذ السقار اللي محمد كان سفاح وزير نساء وكان سارخ باسم الفتوحات فوين المشكلة وهو شخص واحد رسولك اللي هو إلى هذا الدهر باعترافك فيه وناظرتك مع الأخرى الشيء أعمى ذهنك حتى يجرك معه إلى الهلاك الأبدي وأنا ما حد يتمنى لك هذا الشيء لكن نتمنى لك الخلاص الأبدي والحياة الأبدية باسم الرب يسوع المسيح له كل المشد أمين فأنا أفضل بدل ما هذا اليائس كتابك اللي ألفته وتلف وتدور بينه وكله أكاذيب في أكاذيب أنه تألف كتاب ملحق ب كيف قدس إلهك إفرازات محمد كتاب ملحق تألفه هذا حتى تعطي التوعية لأمثالك كيف أنه إلهك قدس شعر وعرق محمد وضوء محمد وبساقه وغائته وبوله وكلمة أخرى قذرة أنا ما أقدر للأسف الفضاء فالأفضل إنه وتألف مثل هذا الكتاب أو ترجع إلى التراث كيف قدس التراث الإسلامي كيف قدس إفرازات محمد و رح تقتنع بهذا أعتقد رح تقتنع بهذا أكثر من إيمانك بسلب المسيح اللي هو يحبك وجاء من أجل خلاصك حتى يعطيك الحياة الأبدية وأرجع أقول الرب يرحمك ويفتح ذهنك قبل فوات الأوان أشكرك أخي أشكرك والربي باركك شكرا لك شكرا لك شكرا لك يعني اللي أنت بتقول يا دكتور منكس كل ما ردود عليه والكتب المسيحية مليانة بردود عليه لكن حضرتك لم تتعب نفسك إن أنت تقول لنا الرد الفلاني بيقول كذا والرد الفلاني بيقول كذا وأنا بس مختلف مع الرد ده ومختلف لا 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 أنت كل هدفك أن أنت توصل القارئ تخدع القارئ وتقنعه بهذه الأكاذيب اللي أنت بتنادي بيها وعش كذا أنا هاخد وقت في الرد هاخد وقت في الرد زي ما قلت أنا مش هدفي هو حضرتك خالص لكن أنا هدفي هو كل مسلم حقيقي بيدور على الحق وكل مسيحي بيشاهدنا على هذا في هذا البرنامج وفي البرامج الأخرى لكي ما يعرف أن إيماننا المسيحي بموت صلب وموت المسيح مؤسس وقيمته طبعا مؤسس على حق تاريخي وإثبتات تاريخية وإيمان تاريخي لا يمكن أن ينفصل عن التاريخ وأحداثه عش كده نحن لا نؤمن بخرافات ولا نتبع خرافات ولا نؤلف خرافات لكن نؤمن بالمسيح الذي هو الطريق والحق والحياة وما نقوله وما نؤمن به هو كذلك طيب نيجي ماذا رأت الزائرات عند القبر شافوا إيه عند القبر ملاك ولا ملكين كويس خلينا نشوف الدكتور منكز الأول بيقول لنا إيه في فيديو عن هذا الجزء وأرجع أعلى عليهم من تناقضات قصة الصلب أن الزائرات عندما أتينا إلى القبر والقبر كان على شكل مغارة وجدنا شخصا أو شخصين في داخل القبر يختلف الإنجليون واختلافهم أحيانا من الممكن قبوله وأحيانا لا يمكن قبوله حسب مرقص في 16 على 5 بأن زائرات القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضا شاب واحد جالس على اليمين وهو يلبس حلة بيضا أن ما متى في 28 على 2 فجعل الشاب ملاكا نزل من السماء قال وجدنا ملاكا نزل من السماء لا ربما الملاك متقمص صورة شاب فليس هناك تناقض بين متى ومنخص لكن لوقة في 24 على 4 يجعل الملاك أو الشاب رجلين بثياب براقة رجلين وليس واحد رجلين بثياب براقة أما يوحنى في 20 على 12 فقد جعل الملاك ملاكين طيب أوضح لحضراتكم أكتر كويس متى بيقول لنا الزلزالة عظيمة حدثت كويس خلينا بس أحط سوري متى هنا أحط إلى وإذ زلزالة عظيمة حدثت لأن ملاك لأن ملاك ملاك الرب نزل من السماء وجاء وضحرج الحجر فهو بيقول لنا دكتور منقص إنه متى ذكر ملاك ماشي مرقص ولما دخلنا القبر رأينا شابا وقال لك أنا مش بيجد فيه دناقض ممكن يكون الملاك في شكل شخص كويس لكنه واحد أما لوأ فبيقول لنا وإذ رجلان وقف بهن بثياب بيت رجلان وقف بهن بثياب بيت في يحنى بيقول فنظرنا فنظرت ملاكين بثياب بيت جالسين واحد عند الرأس والآخر عند اليمين يعني متى ومرقص بيقولوا واحد ويحنى بيقولوا اثنين كويس وزي ما قلنا قبل كده سكوت البشيرين متى ومرقص عن ذكر الملاك الثاني لا يعني عدم وجوده ولا يعني ملاكا واحدا أبدا بل يعني التركيز على حديث الملاكة الذي تكلم كان التركيز متى ومرقص على الزلزلة أكتر تركيزهم على الزلزلة حصلت زلزلة والزلزلة دي ضحرج الحجر فيها ملاك من رب كويس فنزل ملاك وضحرج الحجر وهو نفس الملاكة الذي تكلم مع المريمات أما لوأ ويوحنة فكان تركيزهما على عدم وجود جسد المسيح يبقى الاثنين الأولانيين بيركزوا على الحجر الذي ضحرج ونضحرجه ملاك الرب أما مرلؤة ولؤة ويوحنة فتركيزهم على عدم وجود جسد المسيح فلم يجدوا جسد المسيح بل وجدوا ملاكين واحد عند رأسه واحد عند رجليه مكان رأسه مكان رجليه وده يعني لا يوجد أبدا تناقض بين الاثنين لأنه زي ما قلت أنه كتاب الأناجيل كل واحد فيهم بيكتب وهو عنده شيء عايز يؤكده واحد عايز يؤكد أن الملاك قام ودهرج الحجر والتاني عايز يؤكد أن الجسد مش موجود وموجود مكان الجسد ملاكين موجودين وعدم ذكر زي ما قلت متى ومرقص للملاك التاني لا يعني عدم وجوده على الإجابة على السؤال يبقى المتى ومرقص بيذكر ملاكا واحدا وعند الأجابة على السؤال أين جسد يسوع يبقى الإجابة على السؤال من يدح رجل الحجر الملاك دح رجل الحجر والإجابة على السؤال أين جسد يسوع يذكر له يحلنا حديث الملكين أو يذكر لنا بالأخص يحنى أنه هناك كان ملكين واحد عند مكان رأس المسيح واحد مكان رجل المسيح وجسد المسيح ليس موجودا ده الهدف العيد واتنين بيقولوا من يضح رجل الحجر ملاك واتنين بيقولوا أين جسد المسيح وجد مكانه ملاكين لا يوجد تناقض أبدا التركيز هو على حقيقة الحجر وجسد المسيح وجسد المسيح ده يحنى يحنى الحبيب لو هو يعني ويحنى اطلع على إنجيل متة وعلى إنجيل مرقص وعلى إنجيل لؤة لأنهم كتبوا قبل إنجيله لو يحنى الحبيب بيقلفه قصة كان قال لك أنا همشي مع الأنجيل الباية لكن التركيز بتاعه مش على أنه يتطفق في الديتيلز الزغيرة دي مع الأنجيل باية أو التركيزه على نقطة واحدة وحقيقية وليس كذبا أين جسد المسيح؟ مش موجود والبرهان؟ موجود ملاك ملاكين موجودين أما الإجابة على سؤال من يدحرج الحجر؟ فملاك الرب مش الملاكين نسبه الملاك واحد كفيل بإنه يدحرج الحجر وألف حجر إيه التناقض دي دكتور منقز؟ طبعا لسه هنكمل مع دكتور منقز لكن هي الفكرة اللي أنا عايزة وضحها وعايز أختم بيها الحلقة من هذا أنه عندما يفشل الدكتور منقز وغيره أحمد دي دات قبل كده وغيرهم كثيرين عندما يفشلوا في تقديم براهين كرآنية تؤكد الرواية الإسلامية يروحوا إلى الكتاب المؤدس ويتعنوا فيه وهو ده الأسلوب الإسلامي وهو ده الأسلوب الإسلامي أنه هو ما يقدمش برهان نهاء ما يقدمش برهان ولا حتى يقدم برهان يعني كانوا بيقول أنا أكبر من أن أقدم برهان واحد يقفوا دي من المحكبة ولكن أنا أكبر من أن أقدم برهان البرهان هي اللي بتثبت الصدق أو الكذب وعلى المدعي إثبات ادعاء وإلا يبقى ادعاء وكاذب وفي نظري وفي نظر كل المسيحيين على مدار العصور بالأخص على مدار الـ 14 قرن اللي فاتت أن الرواية الإسلامية كذب أقولها بصراحة وأقولها بلا خوف الرواية الإسلامية هي كذب الرواية الإسلامية لا تحترم عقل القارئ الرواية الإسلامية لا تحترم البرهين الرواية الإسلامية لا تحترم التاريخ الرواية الإسلامية لا تحترم الإيمان المسيحي المثبت في ستمائة سنة الرواية الإسلامية جاء تطعن وخلاص وعش كده أي شخص أي شخص بيحكم عقله ودي نقطة مهمة تحكم عقلك أي شخص يبدأ يسأل ويحكم عقله ويجيب الرواية الإسلامية ويجيب رواية الأنجيل عن صلب المسيح مش ممكن أبدا هيخرج إلا بنتيجة واحدة هيخرج فقط بنتيجة واحدة أن فعلا المسيح صلب ومات وأن ما يقوله القرآن ما هو إلا إدعاء لا يمكن أن يثبت أمام التاريخ وده اللي بنقول يا دكتور منقز بدل ما تعد تطلع وتقول تناقضات وتناقضات وهي مجرد اختلافات تثري وتغني وتؤكد صدق الرواية الإنجلية طلع لنا من عندك أنت براهين طلع لنا من عندك أنت براهين قل لنا إيه البراهين اللي أدمها القرآن على أن المسيح لم يصل قل لي قل لنا احترمنا في الكتاب دو أنت لم تقدم برهانا كرآنيا أو من الأحاديث برهانا واحدا تا لم تقدم ولا برهان واحد ولا برهان يعني لما أرجع للكتاب بتاع حضرتك كويس وأرجع إلى الفهرس بتاع الكتاب أجد نقد روايات حادث الصلب إبطال وقوع صلب المسيح بالدليل التاريخي ومتقدمش أنت بتطعن في في البرهين التاريخية اللي احنا بنقدمها إبطال صلب نبوات المسيح يعني حتى النبوات في العادلة دي أنت بتطعن فيها بوليس وأختلاق قصة صلب المسيح بوليس ده عمل لك مشكلة عمل لكم كلكم مشكلة كيفية نجاة المسيح ولا تقدم أي برهان ما تقولش برهين قرآنية عن صلب المسيح يريد تكتب لنا كتاب عن البرهين القرآنية التي تؤكد عدم صلب المسيح وقتها تبقى مقنعة وأكاديمي وموضوعي هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم